هذا المتجر الصغير لبيت تبغي في ضواحي العاصمة اليابانية الطوكيو أصبح مزارا سياحيا يجذب السائحين من كافة أنحاء العالم والسبب في ذلك الكلب شيبا عينو الذي يستقبل زبائن المتجر ويرحب بهم وذا أصيط الكلب شيبا عينو عالميا بعد تداول مقطع فيديو له على الانترنت وهو يطل برأسه من نافذة المتجر وكأنه يخدم الزبائن فيما يعمل الرواد على ملاعبته هساكو سوزوكي مالكة المتجر أفتح نافذة المتجر وأتعامل مع الزبائن عند قدومهم أعتقد أن شيبا تعلم ذلك تلقائيا من خلال مراقبتي وعندما بدأ في فعل ذلك من تلقاء نفسه أصبح الزبائن يدعبونه وهم شعداء أعتقد أنه قدر على الشعور بذلك وهو ما يدفعه إلى القيام بهذا الكلب من فصيلة سبيتسو موطنه اليابان واستعانت به مالكة المتجر البالغة من العمر 72 عاما لحراسة متجرها طوال فترة النهار فضلا عن الترحيب بالعملاء وتقول سوزوكي أن عدد عملاء المتجر ازداد بالفعل حيث يأتي زوار من جميع أنحاء العالم لإلقاء نظرة على شيبا وهو ما أكدت عليه السائحة البريطانية كاري فورلونغ التي قالت إن الشيبا يعتبر أحد أهم الأسباب التي دفعتها لزيارة اليابان محمد الجبالي رايترز ترجمة نانسي قنقر